سنة خمسة في الجزئية دي انا ممكن يجيلي ورد قوي وهتيجي في يعني وردة ان هي تيجي في عدة محفظات ورد عندي ان انا يجيلي بدل البراجراف يجيلي الشكل ده دوتا يبقى زي البراجراف بالزبط احنا نكتب براجراف برضو ولكن هقول لكم ايه لو جيلي الشكل دوت وقال لي اكتب عليه اقدر اعمل ايه في الجزئية دي هيجيلي يقول لي وصفة اتكلم عن طبق او وصفة انت عملتها وعرفنا ايه المكونات بتاعتها والتعليمات بتاعتها التعليمات دي هتبقى عبارة عن البراجراف الانجري دي انس دي المكونات اللي احنا هنستخدمها في الوصفة طيب لو جيلي الشكل ده هتعامل ازاي احنا هنختار هو مش هيحدد للوصفة وهيقول لي write recipe for your favorite اي طبق مفضل طيب انا هختار طبق سهلة خالص او حاجة سهلة جدا بحيث ان انا اقدر اي حد يقدر يتكلم فيها والمكونات بتاعتها تكون سهلة وبسيطة احنا هنتكلم عن الفروت اللي هي طبق صلطة الفواكه سهل جدا اي حد ممكن يقول المكونات بتاعته وسهل اي حد يقدر يقول الوصفة بتاعتها التعليمات بتاعتها ايه تعالوا بقى نكتب المكونات هنكتبها ازاي المكونات طبعا صلطة الفواكه بتتكون عبارة عن الفواكه بس هنكتب بقى يعني عدد الفواكه اللي انا هستخدمها تعالوا نشوف كده مثلا اول حاجة هنكتب دي الانجريديانس اللي عندنا يبقى اول حاجة هستخدمها اي عدد تحطه اي رقم كتبته ابلز صح اي رقم احنا المهم نكون عندنا الحاجة صح يبقى عندي تلات تفاحات وتلات تلات اموزات ايه مثلا كوباية عنب طبعا العنب هيتأزقى نحطه في كوباية مثلا عشان يبقى سهل المكياس كوباية عنب مثلا نصف انا نساي حاف باينابل مثلا هنحط طبعا عليه عشان بدل السكر نخليه عني عسل سرين خلي بقى بقى خلوا بقى من كلمة ملعقة كبيرة اللي عايز يعمل ونحط مثلا تلات معالق عسل اي فاكه انا عايزها يا مش شرط الفاكهة اللي انا كتبها اي فاكهة انا حبيبها بس خلي بالنا من المقادير الحاجة الحاجة بتتقاس بايه يعني مثلا البرتقال بحطه عصير فيبقى في الكوباية يبقى وان كوب مثلا العلب ماينفعش ايسه 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 ازاي احطه مثلا في كوباية فرطه احطه في كوباية يبقى وان كوب اخد بالي بس من الحاجات اللي بتتقاس بمقادير مختلفة انا السمار عادي مع تلات سمارات طفاح تلات موزات مينجاية اما في حاجات كده ماينفعش اخدها كده بالحتة يعني العنب ماينفعش احطه كده بالحتة لأ بفراطه الاول واقسه مثلا بفنجاية تمام اخد بالي بس من الجزئية دي البرتقال مثلا عامله عصير وحطه واقسه في كوباية في فنجان او كب جلس او كب تمام فاكتب مكوناتي دي مكوناتي تعالوا بقى ايه الحاجات اللي انا هستخدمها الافعال اللي انا هستخدمها هستخدم الفعل شوب اللي هي قطع لاني بقطع الخضار هستخدم الفعل ميكس يخلط لاني في الاخر هخلط كل المكونات مع بعضها هستخدم الفعل قادي اضيف لاني بضيف كل المكونات مع بعض في بولا تمام كده هستخدم الفعل مثلا شير شارك شارك الوصفة هستخدم الفعل أوزن أوزن المكونات بتاعتي تمام؟ تعالوا بقى نشوف إزاي هنتكلم في الجزئية دي في التعليمات أنا خلاص عملت المكونات تعالوا بقى نشوف نخلط المكونات مع بعضها إزاي هقول الأول دي وصفة إيه؟ هقول this ركزوا معايا أوف الجزئية دي لإن ورد النية تيجي جدا this is a recipe of fruit salad دي وصفة إيه؟ الفروض salad إنها المفضلة لدي لإنها قال لي it's my favorite جمل بسيطة خلص ما فيهش أي حاجة أول حاجة هنقول نوزن المقادير خدنا الفعل يوزن way out the ingredients يبقى way out the ingredients تمهم كده بعد كده أستخدم الفعل إحنا نستخدم أول حاجة كلمة first وذن خدوا بالنا كلمة first أولا وكلمة then بعد ذلك ومبع بعديهم كما يبقى أقول first أول حاجة shop قطع طبعا هنها بستخدم فعل الأمر يبقى الفعل هيبقى في المصدر عندي shop fruits shop fruits قطع الفواكه اللي عندك بعد كده انقبول في سلطانية shop fruits هنحطها في سلطانية كلمة shop fruits اللي هي الفواكه المقطع شوف ده هنا صفة بعد كده then وبعد ذلك add هنضيف بقى الحاجة اللي بتتضاف add three tip tip spoon of honey وضيف ثلاث معالق العسل and انه هنزود and cup وقباية عصر البرتقال cup of orange juice وقباية عصر البرتقال then بعد كده mix خلطهم بقى مع بعض mix ingredients كلمة ingredients ستبقى معنا على طول لازم نحفظ together خلطهم مع بعض او يقلبهم كده خلص بقى it's ready to eat it is it's ready to eat جهزة دلوقتي على الاكل شارك بقى الوصفة مع اصدقائك share the recipe شارك الوصفة with your family and friends واصدقائك يبقى انا كده لو جات لل paragraph على هيئة your favorite dish وجاب لي ingredients instructions اختار اسهل حاجة قدامي ان شاء الله مش هيجبرني على الحاجة يعني مش هيجيب لهو وصفة حاجة يقول الكلم فيها لأ هيقول الكلم عن طبقة كنت المفاد اختار يعني انا اخترت اسهل حاجة بحسبنا اي حد يعرف الكلم فيها حافظين طبعا قبل وبانانا من الحضانة ما فيش فيها اي حاجة اعرف بس اللي هي تابل سبون اخد بالي من تي بي خفيفة و اس بي معناها تابل سبون ملعقة طعام هاني لازم اكون كات بها كويس وبعدين استخدم افعال سهلة عندي الفعل قادي اضيف فعل شوب يقطع احفظهم جدا فعل ميكس يخلط الافعال المهمة جدا تمام جدا اي تاني كلمة ingredients مكونات من الكلمات اللي لازم احفظها ingredients ingredients تمام كده استخدم كلمة first اولا وبعدها كومة وكلمة then وبعد ذلك وبعدها كومة واقول الجملة بتاعتي دي من الحاجات الاساسية المفروض لازم اكون عارفها باكد تاني على الجزئية دي باكد تانية سنة خمسة على الجزئية دي ممكن ورد جدا بدل ما يجيب لي your favorite food طعامك المفضل اللي يعمل لي paragraph يجيب لي المربع ده ويقول لي تصرف بقى انت فنبقى فهمين هنعمل ايه اشتركوا في القناة